إذن مشاهدين لا حزب الله ولا حلفاء ولا هما معا يملكون أكثرية برلمانية تسمح لهم بالسيطرة عليه هذا انطباع أولي قد يبدو أنه يحمل قدرا من العاطفة منطقيا يصبح اتخاذه مؤشرة لعل أكثر ما يميز شكل البرلمان هذه المرة وهو البرلمان الجديد أنه كسر تقليدا كان قائما في لبنان محصورا طيلة عقدين بين فريقين غير أنه بات اليوم وزعا على ثلاث اتجاهات بمعطيات الأرقام تراجع عدد مقاعد حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما من 71 نائبا إلى نحو 60 فيما المقاعد الثمانية والستون المتبقية موزعة على قوى مختلفة بعضها خصوم لأذرع إيران في لبنان وبعضها الآخر مستقل وهكذا مع وجود ثلاث تكتلات أساسية ولواب آخرين مستقلين فإن الأغلبية البرلمانية لم تعد معصورة بيد فريق سياسي معين ويتألف البرلمان من 128 نائبا تتوزع مقاعده وفقا للانتماءات الدينية والطائفية ذلك أن النظام في لبنان يقوم على أساس المحاصصات ومهما كانت حماسة للبنانيين بتراجع حصة الثناء الشيعي في البرلمان لا شك أن نتائج الانتخابات البرلمانية ليست إذانا بالتغيير المنشوط أو المطلوب فحتى الآن لم تتضح بعد طبيعة التحالفات في البرلمان الجديد كونه يضم مجموعة كتل غير متجانسة وهو ما يجعل أحزابا تواجه بفعل حجمها الجديد أو تواجه بفعل حجمها الجديد إشكاليات في صراعة القرار بات البرلمان الجديد على ضوء ما أفرزه الوضع القائم أشبه بفسيث ساء متنوعة ولا يجانب الصواب كلا من يقول إن التوافق أو الخلاف سيكون بين أعضائه حسب كل ملف وأمام البرلمان الجديد استحقاقات داخلية عديدة أولها انتخاب رئيس له واختيار شكل الحكومة المقبلة ورئيسها وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وكذلك مسألة سلاح حزب الله ومما لا شك فيه أن هذه الملفات مكلفة للغاية ما ينذر بانقسام حاد يلوح في الأفق لا سيما لدى فريق نواب الجدد مما امفضلوا في البداية لابتعادة عن تحالف لكنهم حتما مع مرور الوقت سيختارون موقعهم الآن بدأت التساؤلات تتدفق من ألسنة مراقبين بشأن ما ينتظر البرلمان الجديد من تحديات اقتصادية وسياسية أبرزها تساؤل يقول هل يفضل واقع الجديد إلى توترات بفعل تبدل موازين القوى في البرلمان اشتركوا في القناة